سلام عليكم، نتمنى أن أكون لكم بخير الفيديو الذي سوف نتحدث عنه على شيء تهم الكثير من الأسئلة وخاصة الأسئلة لدرس اللغات مع أنها تنفع تقريباً كل الأسئلة وهي الفكرة أننا مرات نقوله التمرين هذا صعيب وهنا أريد أن أقول لك بالذي قادر أي تمرين مهما كان صعب الصعوبة يراميش في التمرين في المحتوى مرات تكون في نوع الأسئلة التي تطرحها تبع معي مريح، شوف معي هذا التمرين الذي قدامك يجب أن تقرأ مثلاً ستجد هذه الطريقة نتاليا نايست ستجد هذه الطريقة تجد انت تخيل بي هذا الطريقة سوف نمدها الثمارين في السنة الثالثة وإن تجد أن تنجم قد تقول لي كيف هكذا أم كان أمد ورقة فيها هذا الطريقة، ستخلع لك تقول آوه ثمارين سيكون صعيب وهذا أول شيء الخطأ اللي دائما نديروه هنا نربط صعوبية نتعال التمرين بوش نربطها نربطها مع مع محتوى هيا لا لاحظ معايا مثلا نفس التمرين مثلا كنا نعود نرجع هنا شوف معايا التمرين لخلي هنا البوهم كما هكذا وندير هنا واحد بلا ما نحضر نجيل تلميذ نتاعي مثلا نحط هنا مباشرة أنا تلميذ نحن مثلا نجيه هنا هنا نقوله وش رح ندير تلميذ نتاعي وش عايقولي شوف هنا مباشرة رح يقولي نحط هنا رح نحط two رح نعود نزيد نكمل هنا نلقى يقولي three four five six معناها نكمل مباشرة ندرك غيراني وش درت رح حسب هادو اولا كي يحسب هادو هنا one two three four five نلحق هنا حتى ال six أنا مثلا نحط السؤال هنا how many stanzas are in the poem يعني هو رح حسبهم بلا ما يعرفهم رح مباشرة نقوله this is a stanza كان نجيه نقوله باللي هادئة أنا let me draw something here let me dis sorry نجيه مثلا هنا I put it as yellow نقوله باللي نقوله this is a stanza رح يعرف باللي this is one stanza this is the second one this is the third one معناها كان نعود نقوله how many stanzas رح يقولي there are six يما رحيني تخيله معايا باللي في طريقة انت عاك جد سقسي وهذه الغلطة اللي يديروها بزاف اساتيدة انك تحط له هاد السؤال وتكتبوله في الصبورة وتقوله how many stanza this is the point سنة اولى والسنة الثالثة بجدائية يشوف فيك يقولك أنا ما نعرفهاش صح انت هذه الطريقة اللي نستعملها بزاف انني نبدأ بالعكس نعطيه ذلك الحاجة نحسبها ومن بعدها نعود نروح نرجع لها نعود نرجع للسؤال ثم نبدأ له من حاجة اللي ممكن يعرفها تعلمها الحسابية one two three ونعلمه حاجة هذا الدرس قادر نفسه تديره مثلا تخدم مثلا ندير أشخاص واقفين فقط ولا قادر تجيب مثلا مع الباليش عيدان ولا حاجة يحسبها الصح تخدمها بهذا النوع من تمارين يعني ما تستعملش فقط منش بغي نعلمك غير الأرقام مثلا نعلمك الأرقام وتدي مع الأرقام حاجة زيادة صدقني هذا الدرس ستكون عنده فايدة كبيرة بزاف لهذا المتعلم زيدنا مثلا كما درس كما هذا مثلا وش ندير مرات مرات مثلا نجي الكلمة كما عكدا صوري نجي الكلمة مثلا نحوس على الكلمة paste هذا الموضوع رح فيه paste glue paste لقاء البوامر رح على glue paste أنا وش ندير المعظم الطالب مرات ندير مثلا نجي نقول له paste نجي في النص يعني نكون طبعت له هذا النص ندير له مثلا هنا draw ونبدأ ندير قال هنا paste نخرج هنا يا قال مرة نزيد نحوز على paste نحوز عليها مرة ثانية وتقعد تحسب تقعد تحسب how many times مش حال من مرة انتما تقول لي همش قاع وش هي هذه paste تقعد غير حسبها أنا مولف ندير tablo ندير لهم tablo ونخرج قاع عدد الكلمات اللي تعاودوا مثلا كما هنا عدنا في هذا البوام اللي وستعمل غراء ولصق به معنا كلمة غراء مهمة بزاف كلمة stuck تاني ما رح تلقاها بزاف here foster his four hair some paste place the point is this glued صحة glued كنا كامت هنا stuck هنا رح تلقاها تعاود بقعد نهاية paste مرة تانية هذو كلمات مفتاحية رح تتعاودوا بزاف أنا بلا ما نقول له المعنى نتحم ونقعد واش معناه هم بعضا لا لا نقول له حسب لي هذلك كلمة how many times نقول له مثلا نطعب له هنا مثلا نقول له حسب لي الكلمة مثلا وقول لي كان هذي الدقرة مرة هذي الدقرة ثلاث مرات ويجي ماجي كما هكذا بهذا الطريقة التلميذ أولا مش هنتعبو هنا I'm going كما نستعمل I'm going to engaged learner يكون معايا engaged flexibility بلا ما نتعبو وقال وش معنى المعنى لا لا نخليها من بعد this is a method that I use all the time sorry يعني هذي المثود I use هذي الطريقة نستعملها دايما أنني I engage the learner نبدأ مع الليرنر نعلمه كيفاش يحوز على الأمور ومبعد عاد نروح الأمور صعاب مثلا كما المعنى وهذا الحويش هذي الطريقة تخليني نخدم مرتاح وانا دايما نوصي أستاذ كل ما كانت نوصي الأستاذ كل ما تحاول انتها تقلل في وسط الحيصة أنني مثلا تمري بلما نشرح لك بلما نقول لك ماذا نعطي كل السؤال نقعد نفهم زوج دقائق أو ثلاثة سؤال عربي لديك سؤال معقد حاول السؤال يكون دائما نفهم روحه كما فهمت كما هنا يدرك كما أنا هنا يجعل لك هذه نكتب لك غير واحد هنا ومن بعد هنا ترح ثلاث ثلاث خلاص تقول لي واحدك تفهم هنا ثلاث وهنا ربعة وهنا خمسة ومن بعد ستخدم الدكاء التلميذ يقول التلميذ اللي ستدير هذه هنا هذا هذا بعد تكتب لك هذا معناها تجد روحك لا تشرح كثيرا صراحة تجد روحك الدرس يمشي ب واحد السلاس بكل يعني كما نقول قادر أنت تبدأ بالعكس تدخل تضع له هذا السؤال how many stanza are in the poem أول أن تلميذ لا يعني حبث ما تم لا هنا نعمل بال visual aids يعني تبازع ل visual aids و بكل بساطة هذه الأمور التي نعط هنا نجم تنجم 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 إلى داتا تنجم 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 و هذه طريقة ننصح بها الأستاذ تنجم 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 على تنجم تنجم التعرض هي ك stS والعمل كنا هادروا على الليسنز. هذه الحاجة اللي نحكو على الليسنز is authentic. يعني authentic كنوات. يعني الماتيريال اللي ما اديتو لك يعني عكس حاجة. عكس بوام بوام صحيحة. ومنها نخرج لك أرقام. ممكن نخرج لك أفعال. ممكن نخرج بزاف حويش. وانت تاني يعني قادر تأدابتي. هذه على حساب مثلا الـ content. وشك تقري. مثلا كمهنا يا هذه قادرة تنفعنا. يكونوا نحكو على كما نقولوا حنا tools. كمهنا عندك الغيرة. عندك المدرسة. عندك الكرسي. هاد الأمور قعراها هنا مكتوبة في البوام. سمت نجم تديهم منها. ودخلها في أي حصة. يعني على هادا. هادا الطريقة ننصح بها في كلش. في كلش. حاولوا تستعملوها وان شاء الله. وعطوني يعني يعني آراءكم أفكار. اش بتكم ما اش بتكمش. وزيد حتى إلا جربتوها. أعطوني feedback about it. ان شاء الله يكون هاد الفيديو ان شاء الله نفعكم. تلاقيوا في فيديو أحد آخرين ان شاء الله. سروا.